بسم الله الرحمن الرحيم من نوفمبر 11 بيبر 3 فاريانت 1 والسؤال الأول بيقول لي define acceleration explain any symbols in your definition أنا ممكن أقول هلو بشكل ممكن أقول له A equal V minus U over T حيث A هي الأكسلراشن و V هي الفاينل سبيد و U هي الإنيشال سبيد و T هي التايم من تحر ممكن تقول له كلام ده عادي خالص ومقبولة جدا في المرة السيم يعني طريقة لازيزة في الديفنيشن في الفيزكس أنك تقول الرول وتعرف الحروف تمام بس هو mainly أنت في حاجات definition بتاعها معروف فهي الأكسلراشن هو change in velocity divided by time تمام بص على الماركسكين معايا قابل حاجات كتير جدا 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 أكسلاش يقول V minus U over T or delta V delta V يعني change in velocity وبيقول لي symbols used to be explained لازم تعرف الحروف دي بتاعت A or change in velocity divided by time أنا قلتها or rate of change in velocity or change of velocity per second in one second الله in a certain time accept speed لو قلت speed ما كان فيلاصتي برضو مقبولة وهي عديها ما فعش مشكلة شكرا جدا 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 Don't you think I'd love this question